بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على سيلتكم استفسراتكم في هذا اللقاء أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم هذا السائل يقول أرجو أن تفسروا هذه الآية في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما شق عليه صلى الله عليه وسلم بإعراض المشركين عن قبول الدعوة لأنه يريد لهم النجاة ويريد لهم الخير فيشق عليهم عليه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستجيبون لذلك إشفاقا عليهم ومحبة لهدايتهم كما قال الله جل وعلا لعلك باخع نفسك على أن لا يكون منين أي مهلك نفسك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق الله جل وعلا خبره أنهم لن يستجيبوا مهما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى فهؤلاء مثل الموتى الذين في القبور لأنهم ماتت قلوبهم وتحجرت أفهامهم فصاروا موتى وهم على الحياة على قيد الحياة موتى موتى معنوي موتى موتى معنوي كما قال الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحياه بالوحي والنور والإسلام أحيا قلبه وأحيا فهمه عليه الصلاة والسلام فهذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن على عدم قبولهم للحق إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم يعني الذين لا يسمعون وإن كانوا يسمعون سماعا طبيعيا أذانهم ليس فيها خلل وإنما لا يسمعون سماع قبول واهتداء ورغبة إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم الهداية بيد الله سبحانه هداية التوفيق والقبول هذه بيد الله وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة الإرشاد والبيان هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم أما دلالة القبول والعمل فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويظل من يشاء وهو لا يظل إلا من أعرض ولم يرغب في الحق وقاوم الحق كحالة المسركين فإن الله يعاقبهم سبحانه لأنهم لا يقبلون الوحي المنزل ولا يقبلون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حاقبهم الله بسبب إعراضهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم زاغوا هم أولا فأزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم وجزاء لهم هذه أم عبد الله تسأل وتقول شيخ في الأوين الأخيرة للموت نعوش وخصوصا إذا كانت المرأة هذه النعوش مرتفعة أيهما أولى النعوش المتعارف عليها أو هذه مرتفعة حتى لا تبين جسد المرأة الميتة لا بأس بذلك إذا كان هذا يعني نعش المرأة عليه غطاء لها بالكامل لا يراها أحد هذا أحسن ما في شك نعم أحسن الله إليكم يقول لهذا السائل يا شيخ يتداول الناس حديث يغفر الله لمن صام الخامس عشر من شعبان إلا المشرك بالله ومن بينهم شحنة هذا الحديث لا يصح ولا يصح في ليلة النص من شعبان شيء لا يصح فيها شيء يميزها عن غيرها نعم فضيلة الشيخ هل هناك حث على كثرة النسل؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة طلب النسل وتكثير النسل أمر مرغب فيه تحديد النسل هذا من عمل الكفار وهم لا يستعملونه عندهم إنما يستعملونه عند المسلمين ليقللوا عدد المسلمين ويقبل هذه الشائعة من ضعف إيمانه أو من هو جاهل يقبلون هذه الشائعة تحديد النسل لا يجوز تحديد النسل فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة النسل وكثرة المسلمين وأما الرزق فرزقهم على الله لهذا كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر الله جل وعلا حرم ذلك عليهم وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني فقر نحن نرزقكم وإياهم وفي الآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للصدقة عن الميت وضع الماء البارد والبرادات ما رأيكم فيها؟ شيء طيب هذا وضع البرادات والثلاجات في المواطن التي يكثر فيها الناس أو يمر الطريق الذي يمر منه الناس فيجعل في ذلك يجعل في ذلك برادات أو ثلاجات لتبريد الماء للمارة هذا الشيء طيب وهذا صدقة عظيمة على الناس والماء من أفضل ما يبذل للمحتاجين نعم هذه السائلة تقول بأنها امرأة غنية وموسرة وعندها مال ولله الحمد وتقول لثلاثة أولاد وبنات واحد من الأولاد موظف على قدر حاله وأريد نعطيه قطعة أرض في حياتي ومساعدة الله مع أنه بار بي كثيرا لا يجوز أن تخصص بعض أولاده بالعطية بل تساوي بينهم الذكر مثل حظ الأنثين لما أعطى رجل من الصحابة ابنه هبه فقالت أمه تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور تقول الله واعدلوا بين أولادكم فلا يخصص بعض أولاده بعطية تمليك عطية تمليك دون غيره نعم أحسن الله إليكم هناك من يتساهل يا شيخ صالح في المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي لا يجوز إذا كان إذا كان أمامه سترة فإنه لا يمر بينه وبين سترته وإن لم يكن أمامه سترة فإنه يتجنبه بمسافة ثلاثة أذرع يتجنب المرور من أمامه بمسافة ثلاثة أذرع هذا في غير الزحام أما في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يزدحم فيها الناس فلا بأس بالمرور بين يدي المصلي للحاجة ولا يجوز للمصلي أن يمنعهم بل يتركهم يمرون للضرورة والحاجة أما إذا كان ليس هناك عذر فلا يجوز المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته أو بمسافة ثلاثة أذرع من أمامه فضيلة الشيخ يقول السائل في الأوين الأخيرة نستخدم بعض الوسائل التعليمية من فيديو وغيرها من الأجهزة لتدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير والفرائض وغيرها التعليم يحصل بدون هذه الوسائل وما زال التعليم وكان أقوى في الزمان الماضي وليس عندهم هذه الوسائل التعليم ليس بضرورة أن يكون بواسطة التصوير التصوير محرم فلا يجوز أنه يستباح من أجل التعليم والتعليم يحصل بدونه نعم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل للقرآن تأثير على الآخرين فما هو تأثيره على من من أسلموا من القساوسة والمعادين لهذا الدين نعم له تأثير عجيب القرآن له تأثير عجيب حتى المشركين لما سمعوه صاروا يستمعون إليه صاروا يستمعون إليه وكانوا يترصدون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيستمعون إلى قراءته لأن القرآن يأسر القلوب ويستميل للنفوس عند سماعه فهو من عجائب القرآن هذه الظاهرة العجيبة وكان من النصارى من لما سمعه أسلم من القساوسة قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا رحمه الله النجاش لما سمع القرآن بكى وكذلك في قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذا في النصارى الذين منى الله عليهم فأسلموا وانقادوا للقرآن نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول في مدارس البنات هل على المرأة أذان وإقامة؟ لا ليس على النساء أذان ولا إقامة ويستحب أن يصلين جميعا بإمامة امرأة منهن وتقف في صفهن وتقف في صفهن وتصلي بهن يستحب ذلك للنساء أن يصلين جماعة بإمامة واحدة منهن هنا فضيلة الشيخ هذه أيضا السائلة تذكر في سؤال لها عن في نظركم ما أبرز الكتب التي ترجع إليها المرأة في مسائل الطهارة وكيف تتعامل المرأة في هذه المسألة؟ الحمد لله هذه مبسطة في كتب الفقه المطولة والمختصرة عليها أن تراجع شرح الزاد يعني متن الزاد وشرحه الروض المربع ففيه ففيه الكفاية في بيان ذلك وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها لا تقتصر على مطالعتها بل إذا أشكل عليها شيء تسأل أهل العلم نعم تقول هل هناك فرق بين الشكر والحمد؟ نعم الشكر يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالعمل أما الحمد فيكون باللسان فقط يكون باللسان نعم السائل أبو عبد الله يقول فضيلة الشيخ كيف المخرج من الفتن وما موقف المسلم منه؟ المخرج بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم هو هو الفصل ليس بالهازل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله فالقرآن الكريم الذي بين أيدينا واضح وضوح النهار فالمسلم يكثر من تلاوة القرآن وتدبره لأجل أن يهتدي قلبه تستنير بصيرته ويزكو عمله نعم هذا السائل سوداني يقول الشيخ صالح من حج متمتعا ثم بعد العمره تحلل بعد التقصير من رأسه ويريد أن يبقى على لبس إحرامه وذلك لقربه لقرب ذهابه إلى عرفة لا بأس بذلك لكن كونه يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط إظهارا إظهارا للتحلل هذا أفضل نعم من أسئلة السائل يقول بالنسبة للمرأة عندما تشتري الذهب أو الفضة عن طريق خدمات الشباكات يخصم المبلغ فورا هذا لا أعرفه هذه معاملة لا أعرفها ولكن إن اشترت الذهب بالذهب فلابد من عمرين تساوي في المقدار والتقابض في المجلس وإن اشترت الذهب بالدراهم فلابد من عمر واحد وهو التقابض في المجلس نعم سوداني مقيم بجدة يقول هل يجوز للزوجة يغيب عن زوجته ستة أشهر وذلك للعمل نعم لا بس بذلك ولا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا إذا رضيت هي بذلك أو تعذر عليه المجيء نعم هذه السائلة تقول أم زوجتي يا شيخ تشحن زوجتي بالطلبات وأنا راتبي ضعيف وأريد أن أطلقها لكثرة تدخلات الأم هذا راجعني إليك أم كانت أن تنصح لأمها بأن لا تدخل عليها هذه الطلبات الكثيرة التي تثقلك تنصح لها فإن امتنعت من ذلك الحمد لله وإن شقت عليك وهلا فأسان تطلقها نعم هذا السائل يقول هل ورد حديث بأنه في آخر الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم الواحد نعم ورد هذا تقارب الزمان تقارب الزمان حتى يكون كذلك كما ذكر السائل وهذا من علامات الساعة نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته